اليوم رح حضر معكم وصفة مختلفة ونادرة ووير مألوفة أما الطعام فحديث ولا حرج فوق تصور لذيذة وشهية ويلا بيدرب دهن بداية رح نزل داخل مقلات منعقد دهنة خروف ونتبع منعقد سمن طبيعي ورح نبدأ نقلب السمن مع الدهن حتى ينسل الدهن ويكون لونه مائل للون الذهبي المعروف المعهود على هذا النحو والشكل اللي شايفينه حضرتكم وريثة ما تنسل الدهنة على جنب في عنا ما يقارب عشر حبات من الباثنجان اللي مقرأع الميبس طبعا سلقنا نحن حتى نضج وصفينا وغسلناه ورح نبدأ نقطعه على هذا الشكل وعلى هاي الهيئة اللي شايفينه حضرتكم وفي عنا على جنب نصف بصلية رح نفرمها بشكل ناعم طبعا الباثنجان اللي مقرأع هو الميبس الغير المملح تمام استخدامنا بالوصفة مصادمه دائما فحبيت اصور لكم ياها ورح اعود التنبيه والتنويع على موضوع سلق الباثنجان اللي ميبس لمدة ما يقارب نصف ساعة على نار مخفضة بالماء ومن ثم غسلناه ونشفناه ونظفناه وفرمناه الآن رح نضيف فوق البصل والدهنة والسمنة الطبيعي وبالمناسبة هاي الوصفة حضرتك اذا مرة على فطور الصباحي وكان فيه عندي ضيوف واغلبيت اللي ذاقوة افتكروا انه هي كمات لشبه الطعم والنكهة من الفجع او الكمات الهيك حضرتكم اياها حتى اوصلكم النكهة والطعمة الآن رح نغطيها لمدة عشر دقائق على نار مخفضة وفي عنا ثلاث بيضات رح ننزلهم داخل الصحن ورح نتبعهم بملعقة خل الابيض حتى نطرد الرويح المهتملة وبنفس الوقت بيعطي للبيض نفشي وارتفاع ورح نقفو تمام على هذا الشكل وبهي الاثناء وبعد انقضاء العشر دقائق رح نتفقد الوصفة ونضيف عليها ما يقارب 100 جرام لحمة خروف نعمة ونبدأ نحرك اللحم مع الدهن والسمن والبثنجان والميبس وطبعا ما اضفت اللحم البداية حتى ما يسود وتروح طعمته كالعادي او كمجرة العادي الآن رح نبدأ الملح ونبهر بداية الربع ملعقة ملح ورح نتبعها بسبب بهارات او البهار الحلبي ايضا الربع ملعقة ورح نحرك على هذا النحو الشكل اللي شايفينه حضرتكم ولهذا الحد بعد ما نضج معنا البثنجان بالشكل كامل وصار ضعيف البنية متفتت القوام رح نضيف البيض ثلاث بيضات طبعا البيض اختيارتها بضيفه اكثر او اقل امر عادي لكم ورح نبدأ نزل الاطراف حتى يرتفع البيض على الاطراف ورح نغطي المقلات لمدة ما يقارب خمس دقائق على نار مخفضة جدا وبعد انقضاء المدة طالع بهذا الشكل اللي شايفينه مندمج منسجم مع بعض والبعض الآن صار وقت ننضيف الفلة للحمراء المطحونة اللي نوعا ما حارة تعطي طعم ومزة كتير طيبة مع الوصفة كشكل نهائي طالت بهذا المشهد من الوصفات الخاصة بمطبخنا ان شاء الله بتنال اعجابكم قبولكم لعباد الحدود اذا اعجبكم الفيديو يرجى تضغط على زر اعجاب بالصفحة والشير والكومنت واللايك حتى نسمر وانوافقكم بكل ما هو جديد ان شاء الله نبس مع البيض والبصل والسمن البلدي والدهنة هاي الوصفة حصلية وتجربوها رح تنال اعجابكم لعباد الحدود حياكم الله كان معكم الشيف محمود درويش من المطبخ خرافي والى وصفة مقبلة اشتركوا في القناة